التخصص نفسه يعني فكرة علاج الألم ده عوار عن إيه طيب قبل ما أتكلم بس عن علاج الألم المقدمة اللي قلتيها دي مقدمة في منطقة الخطورة وفي منطقة الأهمية إحنا الفترة الأخيرة يعني في العيادة وفي التيم بتاعي كله بقينا مهتمين جدا بفكرة البيشنت أورنس أنه أرفع الوعي بتاع العيان بتاعي وما يبقاش العيان بيدخل العيادة علشان ياخد رشدة أو ياخد تقنية علاجية معينة أو ياخد أسلوب لعلاجه ويتقاله اعمل واحد اتنين تلاتة أو احنا هنعمل لك كذا 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 ما يبقاش فاهم هو عنده إيه للأسف في الثقافة بتاعتنا العيانين مدرجين كلهم تحت تشخصين تلاتة انزلاق غدروفي خشونة مفصل قطع وطر كم كلمة كده بنبقى الناس عرفاها أو حفظاها صحيح وبيسمعوها في أكتر من عيادة فبتتردد ما بينهم أن هو ده تشخيصي وما بيبقاش فيه إدراك لأنه كل حاجة من دول تحتها يندرج حاجات كتيرة جدا ودرجات مختلفة من المشاكل ومن أسليب العلاج حسب كل درجة فاحنا مهتمين جدا وعشان كده عاملين حلقة بس يعني إيه تشخيص يعني إيه دياجنوزس وإيه الطريقة اللي ممكن أبزلها أو الطريق اللي لازم أخده علشان أوصل لأبروتش سليم أو طريق صح أمشي مع العيان فقدر أوصل به لأنه يبقى عارف هو عنده إيه وأنا فاهم المشكلة كويس فقدر أختار له الطريقة العلاجية المناسبة طيب ده الهدف من الحالة طيب إحنا مين أو إيه هو علاج الألم أو إيه التخصص بتاعنا ده ده تخصص في الطب بيعالج كل الألم المزمنة والحدة إحنا أي ألم في الدنيا بينقسم لقسمين كبار يا ألم حاد يا ألم مزمن الألم الحاد ده ألم عد عليه يعني حصل نتيجة خبطة حدثة وقعة لسه حاصل حالا والعيان على إثره دخل مثلا مستشفى راح طلب نصيحة طبية نتيجة الخبطة أو الكسر أو الوقعة أو التعويرة أو الإصابة اللي حصلت له وده ألم بيتم التعاون معاه بشكل مباشر في لحظتها بنعالج المشكلة اللي حصلت وبيبتدي يختفي بالتدريج لحد أما المشكلة تختفي والألم يختفي معاه الألم الحاد آسف الألم المزمن هو الألم اللي قاعد مع العيان أكتر من ثلاث لست شهور وبقى مصاحب لي لوجود سبب مزمن ما تحلش ما تعالجش فبقى ألم مستمر طول الوقت ما بيتعالجش أخد له أدوية عمله راحة أخد علاج طبيعي حاول بكل الطرق اللي ينفع يتعامل معاها وكل الطرق ما جابتش نتيجة وكان دايما العيان ده بيكون ما بين اختيار إنه يتعايش مع الألم أو يعمل عملية جراحية